الحمد لله وبركاته واخوة الكرام ومتسبة قناة أبو ورعين توظيف والهجرة سنشارك معكم إعلان جديد بخصوص أكديطال بني ملال التي تفتح أبواب الترشيح وتعلن عن توظيف عدة تخصوصات إذا أخوتي كما تلاحظون هي بني ملال التي تعلن عن توظيف أو تنظم حملة توظيف يوم الأربعاء 13 سبتمبر بني ملال ولكن لا تعرفوا أخوات بني ملال وهناك المساحة التي تنتظر في المغرب وعندها عدة فرع في مدينة الدربيدة تقريبا عدة فرع في مدينة المغربية وحاليا الفرع بني ملال يجب أن توظيف العديد وعديد من المجالات سوف نرى سوف نرى كما تلاحظون يوم توظيف عدة أكد في 13 سبتمبر بني ملال يوم الأربعاء بني ملال أو الناس أو الناس الذين ساكنون في بني ملال وحاليا وإن شاء الله تسنوا الجواب وكما تلاحظون تكون لديك خبرة في مجال الطبي أو مجال إقامة وكما تتشغف بالمجال الصحي هذا اليوم الخاص مصنوع من أجلك مواهب جديدة لانضماء المغامرة وكما تبحث عن ملفات تعريف المساعدين ما هي المجالات التي تقلب عليهم؟ تقلب على ممرضة في العنان المركزة والاستشفاء متعددة اختخدامات ممرضة العنان المركزة ممرضة مساعدة قابلة تقلب على ممرضة التخدير مساعدة التشغيل حامل التعقيم أخصائي تغذية أخصائي علاج طبيعي أخصائي بلغة الفرنسية فأخصائي علاج طبيعي لكي يفهم هذا العرض ملفات تعريف الاستدافة عامل التنظيف حد الأقصائي للسن لا يقال على 35 سنة 35 سنة فما فوق حد الأدناء المستوى الدراسي والتعليم الخبرات تكون لديك ثلاث سنوات حال الأقل لا تبهر صحة تقديل لا تتواجد حيث نحن نتحدث نحن التنظيف النظيف النظيف دس اشعرم هنادered الغرب ال shirme雨اء ليس لفعلوا اشتركي في المناج امو تقرب الناس 5 30 سنة و البطاقة الوطنية و الى ما تبعد يمكنك ان تسافط الوطاق عبر البريد الالكتروني طالون اربانساك بوائم البريد الالكتروني الرسمي المساحة المتواجدة بني ملل اذا كيف تقول لكم او لا تسافطه في هذا البريد الالكتروني اخوان في صندوق الوصف و تقوموا في اول تعليق اذا ادفع لكم اذا ادفع لكم اشتركوا معنا في قناة فعلوا جرس و قل جديد و دائما نشارك معكم قل ما هو جديد ان شاء الله جديد اعلانات و فرص العمر تبارك الله عليكم السلام عليكم و رحمة الله و باركاته